اهلا بحضراتكم مشاهدين الكرام الى هذه طاطية الاخبارية المستمرة معكم على شاشة اكسترا نيوز لمتابعة اهم واخر المستجدات حيث ويحتل ملف الصناعة اولوية متقدمة لدى الدولة بتوجهات رئاسية وان التغييرات الدولية والاقليمية بقدر ما تمثل من تحديات كبيرة توفر كذلك فرصا لبناء قاعدة صناعية راسخة في مصر وبناء على التوجهات الرئاسية يتم استكمال الجهد المكثف الذي تقوم به الحكومة والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية لتعزيز عملية توطين الصناعات الواحدة في مصر ولنقل التكنولوجيا بمشاركة القطاع الخاص ولتعزيز دوره بما يحسن القدرة التنفسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلي والخارجي هذا وشهد قطاع الصناع اهتماما غير مسبوق منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث ووجه الحكومة بتكثيف جهود التطوير للصناع باعتبارها قاطرة أساسية لتقدم الاقتصادي الشامل كما وجه سيد الرئيس الحكومة بوضع استراتيجية وطنية متكاملة لتنمية القطاع النهوض بقطاع الصناعات الوطنية يمثل ناجا استراتيجيا للدولة المصرية وأولوية متقدمة في خطط التنمية الاقتصادية المستدامة حيث عمدت الدولة خلال السنوات الماضية إلى وضع خطط منهجية متكاملة تنفيذ عدد من المبادرات للارتقاء بهذا القطاع الهم ومنذ تولي رئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية شهد قطاع الصناع اهتماما غير مسبوق حيث وجه الحكومة بتكثيف جهود تطوير الصناع باعتبارها قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادي الشامل كما وجه رئيس الحكومة بوضع استراتيجية وطنية متكاملة لتنمية القطاع ورغم التحديات الخارجية والأزمات الجيوسياسية الأخيرة حقق قطاع الصناع طفرة كبيرة على مدار الآوام الماضية حيث تبلورت تلك الطفرة في نمو الصناع وزيادة معدلة التصدير وبحسب بيانات وزارة الصناع جاء القطاع الصناعي في المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بحصة لا تقل عن 17% بخلاف زيادة فرص العمل كما تتعظم مساهمة القطاع في النشاط التصديري بنسبة تصل إلى 85% من إجمالي الصادرة السلعية غير البترولية ما يؤهله ليحتل مرتبة متقدمة في قائمة مصادر النقد الأجنبي لمصر وخلال السنوات التسع الماضية تم أعداد قائمة بالمئة إجراء تحفيزي للنهوض بالصناعات المصرية وسهمت تلك الإجراءات في تحقيق معشرة إيجابية لتجارة الخارجية المصرية وتحقيق أعلى معدل تاريخي لصدرة المصرية بإجمالي 32 مليار و 400 مليون دولار بارتفاع نسبته 46% كما تم تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة في كل قطاع صناعي وإطلاق حزمة لتحفيز القطاعات الصناعية الرئيسية إلى جانب تقديم مبادرة تمويلية جديدة تساهم في سد العجز الذي يواجه القطاع وبدأت تلك المبادرات بتحديد تسعة قطاعات رئيسية تم تصنيفها على أنها قطاعات ذات أولوية ضمن برنامج إحلال الوردات حيث تشكل حوالي 23% من فاتورة الاستيراد وكان لمبادرة تمويل القطاع الصناعي بقيمة 150 مليون جني بمعادل فائدة يبلغ 11% إلى جانب حصول نحو 3592 مصنعا على سجل صناعي باستثمارات تبلغ 48 مليار و 742 مليون جني نتائج إيجابية على المصنعين كما يعد إنشاء 17 مجمعا صناعيا بـ 15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية بلغت حوالي 10 مليار جني وتوفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة إلى جانب استكمال إنشاء 6 مجمعات صناعية بالمحافظات من أهم المؤشرات الدائمة للقطاع وبغرض التيسير على المستثمرين وتحسين مناخ الأعمال تم إصدار الرخصة الذهبية حيث تعاد موافقة واحدة على إقامة المشروعات وتشغيلها وإدارتها وتصدر خلال 20 يوم عمل فقط ويجوز منحو إلى الشركات التي تعسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية وكذلك الشركات التي تعسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة وتنفيذا لتوجيهة الرئيس السيسي تم العمل على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية تستهدف تحقيق نسبة نمو تصل لـ 8% وزيادة نصيب الصناعة من النتيج المحلي الإجمالي إلى جانب التوسع في التحول رحو الصناعات الخضراء والاقتصاد الدائري وصولا لتحقيق الهدف المنشود للدولة المصرية المتمثل في تحقيق صادرات بنخوة 100 مليار دولار وللمزيد من النقاش وتفاصيل بينضم إلينا هاتفيا الآن الدكتور أيمن غنيم أستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بعد التحية لك دكتور يعني دعنا في البداية نتحدث حول رؤيتك لاستراتيجية الدولة المصرية للتنمية الاقتصادية المستدامة وكيف ساهمت هذه الرؤية الاستراتيجية في الارتقاء بقطاع مثل قطاع الصناعة وهو القطاع الحيوي والذي يعني أولى لسيد رئيس عبد الفتاح السيسي اهتمام كبير خلال العوام الماضية والله يا فنم هو قانون تخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022 وهو الحقيقة أحد المنجزات اللي كانت عملتها معالي وزارة التخطيط السابقة الأستاذ الدكتور أهالة سعيد يتكلم على ضرورة أن تكون الدولة المصرية أولا استراتيجية عامة للتنمية المستدامة وتعريف التنمية المستدامة وهو قدر التفصاد على تحقيق معدلات من النمو عالية ويعني مستمرة ومستقرة دونما تأثير على الموارد الطبيعية لضمان استدامة هذه المعدلات وعدالة توزيع هذه المعدلات أيضا بتكلم على التنمية المتوزنة العادلة سواء مكانيا يعني كل الأماكن في الدولة طبعا الأماكن اللي كانت دمان محرومة من التنمية أو من البشاريع البنية التحتية والخدمات زي أشياء جزيرة سيناء زي الصعيد قطاعية جميع القطاعات نحن زمان كان هناك تركيز على بعض القطاعات الخدمية أو الرعية فقط حتى التركيز عن السياحة كان في بعض المناطق وليس في كل المناطق التي فيها أو في أمكانية السياحة في مصر وبين كل فئات المجتمع فقاوية فيجب أن تكون التنمية يعني متوزنة على كل هذه الأصلاة يواجه مشاكل كرونيك مشاكل كانت مزمنة بمعنى أنه إحنا كنا 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 نتكلم أن إحنا عندنا صناعات ومفضلين بهذا الكلام ولكن ما كناك بنواجه الحقيقة أنه أغلب الصناعات المصرية كانت صناعات تجميعية بمعنى إحنا كنا واللي كان يريد يشوف الـ أو يعني بيان الواردات المصرية يلاقي جزء جدير من الواردات ما يسمى بسلعة الوسيطة ما يسمى بسلعة الوسيطة يعني كانت صناعة السيارات كانت بتجميعنا العربية كل أجزائها لذلك يمكن السبعينيات كانت بتجميع كل أجزاء العربية يمكن معادة البطاريات ومعادة الإطارات كان عندنا مصنع إطارات نصف ومعادة البطاريات وبعدها أضغطنا لها في الثمينات والتسعينيات العبش الداخلي أو الكراسي اللي موجودة في العربية والجدود والزجاج بتاع العربية ولكن دي كلها كانت يعني أجزاء قليلة التكنولوجيا وبناء عليه أو الأصناع هذا تطلب تكنولوجيا أولئيا وبناء عليه الجزء اللي هو فيه تكنولوجيا عالية وهو الجزء الأغلى من العربية اللي هو الموتور المحر كنا بنستورده معنا كده إنه مع نمو اصطنع بهذا الشكل فطورة الواردات بترتفع طيب أنا النهار هم بتتكلم على التصدير سيد الرئيس وضع لنا هدف الميت مليار تصديق سالسنة المحفوظة الدولة كلها النهاردة تتحرك من خلاله أنا أكون سعيد هو بستورد وصاده بخمسة وتسعين مليار دولار مثلا يبقى دخلت الدولة المصرية أو دخلت الأصدر المصري باقي بضفوقات خمسة مليار دولار حسن كده البقية النهاردة يتكلم على أهمية فوقين مكونات الصناعة وبالذات المكونات عالية التكنولوجيا اللي بتحتاج لأكثر من حاجة أولا بتحتاج إلى عمالة فنية ماهرة وأتكلم على أهمية يعني رفع كفاءة العمالة المصرية أهمية رفع كفاءة العمالة الفنية وبتحتاج أيضا لستثمار التكنولوجيا أنا عشان يكون عندي استثمار التكنولوجيا سواء محلي أو أجنبي أو اللي احنا طبعا بمفضلق هو يكون شراكاتنا بين الجانب المصري والجانب الأجنبي ده بالضبط مبادرة إبدأ ما يشغالها مبادرة إبدأ فوقين مكونات الصناعة بتركز قوي على فكرة المشاركة بين الجانب المصري والجانب الأجنبي عشان أقدر أعمل كله أنا محتاج لستثمار عالي جدا في البنية التحتية مشكلة عندي في البنية التحتية على مشكلة عالي وده بالضبط اللي السيدة الرئيسة عمل من ساعة ما تولى مقاريد الحق في 2014 لو تحدثنا الدكتور أيمن بخصوص النقطة دي تحديدا يعني هذه المبادرات واللي كانت بالتأكيد من ضمنها يعني مبادرات لتمويل القطاع الصناعي ب150 مليون جنيه وبمعدل فائدة 11 في المية كيف ساهم ذلك على المستثمر المصري ويسر على المستثمرين في الدخول لقطاع الصناعة وطرح رؤاهم وأفكارهم في مجالات مختلفة في هذا القطاع والله والمبادرات التمويلية لساعة تكلمت عليها اللي أعمل بها البنك المركزي وفي مجال طبعا المشروعات الصغيرة المتوسطة المتناهية الصغر أعمل بها جهاز الجهاز المصطف الذي هو تأسس وفقا لقانون 250 لساعة 2020 كخليفة للجهاز السابق الذي هو الجهاز الاجتماعي فالكتر أنه طبعا كان لها أهمية كبيرة جدا بالذات ما ارتفاع معدلات الفايدة نتيجة ارتفاع الصغيرة وده كان انظهر عالمي في الولايات المتوسطة المتوسطة ضروري عشان مجابحة التضغط قصاد هذه الاستفاعات بالفايدة طبعا المبادرات اللي عملها البنك المركزي زي ما قلنا سواء لتمويل قطاعات الصناعة سواء القطاعات الكبيرة أو المشروعات المتوسطة الصغيرة المتوسطة الصغيرة وان القطاع المركزي أو جمع الخنوك ستبقى 25% من المخموضة بتاعتهم معجهة إلى هذا القطاع ويدي حاجات مهمة ولكن الفكرة أنه احنا دايما كنا متصورين أنه يعني الطريقة الوحيدة لدعم الصناعة ولدعم السياحة هي فكرة التمويل طبعا التمويل مهم التمويل ده جزء من كل عشان كده النهاردة الرؤية الشامعة لتتحرك ديها الدولة بساعة السيد الرئيس توفير مش بس الدعم التمويل لكن توفير أيضا الدعم الفني الدعم الفني والرعاية وتيسير الشراكات ما بين الجانب المصري والجانب الأجنبي وتيسير الإجراءات من خلال منح الرفصة الذهبية من خلال سكرة الشباك الواحد من خلال يعني النهاردة مثلا سيد رئيس الوزراء أمر كتش مصنع يتم غلبه غير بقرار مباشر منه كل دي إجراءات مهمة هنا تطلع في الفترة القادمة الحاجة مهمة جدا وتكلمنا فيها أكتر من مرة الحقيقة وهو فكرة الدعم التصويق بمعنى أنه تطاع المشروعات المتوسطة الصغيرة المتانيات الصغر في الدول التي سرقيتنا بذات كانوا بسرطة أسيا كانت الدولة نفسها من خلال الشركات التجارية القاضعة للدولة هي التي تتولى تصويق المنتجات في الخارج بمعنى أن كانت بترتبط هذه الشركات الشركات التجارية مع السفارات والمكاسب التجارية في الكارك في خارج الجابان مثلا تدرس احتياجات السوق مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية في خروط تشوف السوق محتاج إيه تطرح مناصط أننا عايزة يعني مطانع صغيرة تورد لي تبعلي منتج 1-2-3-4 بهذه الطريقة تقدر أولا الشركات الصغيرة تشير من عليها عائد التسويق ده أولا ولأنه التسويق ده بيبعب قاتل الحقيقة للشركات الصغيرة الصناعية أولا بتبدأ كورش فده أولا ثانيا المبيعات من الشركات الصغيرة للشركات التجارية بالعملة المحلية وبعدين شركات التجارية بتبيع للمشتري الخارجي بالعملة الصعبة بس عايزة أضيف نقطة مهمة هنا هذا النموذج هذا الموضل هو نجح نجح صاح للحياة واليبان لكنه فشل في أوروبا فشل في أوروبا لأنه الشركات هي الشركات التجارية في أوروبا أوروبا برضو عمل شركات تجارية لكن هذه الشركات بتقدم خدمات تسويقية يعني تسهيلات مثلا تسهيل التعامل أو الاتصال مع المشتريين الأجانب في الوقت ده ما كانش فيه سكرة الانترنت والثورة والاتصالات ما نجحتش اللي نجحت أنه تشيل تماما من على المشروعات الصغيرة والمتوسط عب التسويق بغاية لما هي المشروعات تبدأ تكبر طبعا نحن عندنا كوتنشل عالي في الموضوع ده عندنا شركة مصر والبوضير والاستراب وعندنا الدور السياسي المصري في أفريقيا وفي أسيا في دول الكوميسا في البريكس نطمح إن شاء الله أن المرحلة القادمة تشهدها وهنا خلي أيضا أذهب مع حضرتك دكتور أيمن حول رؤية مصر في مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون اللي بتوقعها مع دول مختلفة زي ما حضرتك كنت بتشرح أنه هذا بيفتح سوق جديدة لمصر وأيضا بيعتبر ترويج وتسويق للمنتجات المصرية في الأسواق سواء المحلية أو العالمية وهنا الحقيقة يعني بيحضرني أيضا توقيع عقد إدارة شعار القطن المصري بما إننا كنا بنتابع على الشاشة الآن يعني إحدى مصانع أو أحد مصانع القطن كنا بنتحدث حول إدارة شعار القطن المصري وهذا البروتوكول اللي وقع بين الوزارة واتحاد مصدري الأقطان وأيضا جمعية قطن مصر وكان هدفه هو توفير الحماية للقطن المصري وكما أيضا تعود تعود بالنفع على منتجات مصرية تعود مرة أخرى وتأخذ حقها في الترويج والتسويق لها زي بالتأكيد القطن المصري والله هو قصة القطن المصري بالذات أو تاريخه سواء صعودا أو هبوطا في التمينات السينات سواء الألفنات ده الحقيقة درس مستفيد نتعلم منه أهمية الفكرة التسويقي في المجال الدولي بمعنى أنه القطن المصري إيه اللي خلاه يفقد أهميته من التمينات لغاية المهاربة أننا كنا معتمدين على التسويق السلبي التسويق السلبي ده إذا نرى بقى في مكان سلني الأجنبي يعرف إم تستلع عن عندي ويجي ياخدها مني اللي حصل من فترة التمينات ومعثلاها بدأ يبقى فيه تقدم في إنتاج البوليستر وبدأ يبقى فيه يعني خلق ما بين البوليستر فتلة البوليستر والقطن قصير التيلة اللي هو بيتعامل أرخص وموجود في الهند وميلي في الهند وحتى إحنا عندنا في مصر بدأ نزع القطن قصير التيلة وبدأ القطن طويل تيلة اللي هو كان زمان كان لقعة الميجيرة جدا في صناعة الأميشة اللي هي زي اللي نوع الحاجات الرقيقة بدأ كانت تنخفض ليه لأنه بدأ يتقي زي ما قلنا خلط ما بين الفتة البوليستر والقطن قصير التيلة قدأ إلى أنه القطن طويل تيلة زي ما قلنا بدأ كانت تنخفض بدأ سعر ما بقاش مجزي فلاح أنه يزرعه بعدما كان هو يسمى الدهب الأبيض البتة أنه احنا كانت محصول في فترة من أول الستينات السببنات لغاية الالتينات كانت محصول نعمل الصناعة مصرية محلية ببراند نيمس بالشراكات مع البيوت الأزيال العالمي في إيطاليا أو فرنسا علشان الصناعة موجودة عندي ببراند تبقى مستند على أن نستخدم طويلة منطق طبيعي تماما مش داخل فيه أي فترة صناعي وكان محلوب تبقى ساعتها بأحدث المكان وبأحدث القصمات الأزياء وده ما كانش يتم بطول ما يكون عندي أولا صناعة متطورة بشراكات مع الجانب الغربي بنظام اللي هو المشروعات المشتركة 51 49 في المية والأهم بيحصل عندي نقل القبرة ونقل التكنيك ومن خلال الشريك الأجنبي بقدر أن أنا أدخل الأسواق العالمية الموديل ده اللي تعمل مثلا في الصين من خلال جواند زي ما قلنا إحنا لأسف عملناش كده وظلنا مستنيين وفجأة لقينا سهر القصم بإيئل سهر القصم طويل كده بإيئل ما بقاش مجزل سلاح فهذه الزراعة هذي الزراعة هارت عندنا زي ما قلت مهاردة السيد الرئيس الحقيقة بيواجه مشاكل متوطنة بقالها سين طويلة وفي قطاعات عديدة في قطاع الصناعي في قطاع الزراعي في قطاع السياحي في قطاع الطاقة الحل هو زي ما شوفنا في مبادرة نبدأ يبقى فيه يعني شراكات ما بين الجانب المحلي والجانب الغربي شراكات صناعية الجانب الغربي عليه التكنيك وعليه النفاذ وده مهمة جدا النفاذية الأسواق الخارجية الجانب المحلي عندي هنا هو اللي بيقدم العمالة بيقدم الأرض لأنه في النهاية برضو عندنا ميزة نسبية طبعا احنا كنا كنا متدقيين من هذه الميزة لأنها كان لها أساسها البيئة لها فكرة صدقمت الجينية وصدقمت العملات الصعبة وده كان حاجة مش في إيدينا ده كان نتيجة لأنه قانون العرض والطلب أنا عندي ما الانتاج عندي قليل التصدير قليل نفس الوقت الزيادة السكانية هنا أنا عليها الاستيراد بيزيد فكان لازم تحصل العرض والطلب بيقول أنه لما الطلب يزيد والعرض ما بيزيدش بنفس الوثيرة بيحسن على طول أن السلعة قيمتها بتعلى فالعند الصعبة عندي قيمتها عالية لكن هذا بيعمل لي ميزة نسبية في حت التكلفة العمالة عندي كمان ميزة نسبية مهمة جدا وبالذات النهاردة منطقة قناة السويس للطوضاع بتحاول تستغلها القرب من أسواق التصدير سواء في جنوب أوروبا أو في أمريكا الشمالية بس جنوب أوروبا أكتر لأنه الفكرة أنه البضاعة هي بتيجي مثلا من الصين أو الهند أو الدول جنوب شرق آسيا بيتحمل على تكلفة تكلفة النقل من أول هذه الدول لما بتمر في المحيط الهندي بحر العرب باب المندر ثم البحر الأحمر أنا كل التكلفة دي بشالة من عليا فعندي عندي ميزة نسبية في التكلفة عندي ميزة نسبية في تكلفة النقل في تكلفة العمالة في انصطات كمس الجنيه الفكرة بس أن المحتاجين وحاكتين أولا محتاجين نموذج أعمال نشوف نموذج أعمال أو بيزنس موضل يكون نجح في دول تانية أنا مش محتاج وعيد اختراع العجل أنا محتاج أخذ نموذج الأعمال الموجود في الدول التانية وعيد تطبيقه هو محتاج إن أنا أهتم بالتفاصيل الصغيرة اللي هي بتضيع الصورة أو بتضيع إنجابتك كتيرة أنا ممكن لدي مثلا موظف عندي في أحد المكاتب وأنا ما بحبش كلمة موظف صغير أنا يعني ما فيش إنسان صغير إنسان كيجير هو أي إنسان اللي قد يعمله فهو إنسان كتير حتى الدين نفسه بيقولنا على كده يعني أكرمه من تضيع التفاصيل فلاهتمام بالتفاصيل ذا البيزنس موضل يكون نجح دي ما قلنا في الخارج مع ميزة نسبية في التكلفة أعتقد إن شاء الله أن مصر مؤهلة تحتاج معدرات نموة عالية جدا في المجال الصمار يعني بالتأكيد تحدثنا عن استراتيجية الدولة المصرية وخططها لتنمية الاقتصاد واستدمته أيضا والارتقاء بمستوى قطاع الصناع في مصر وربما هذه الخطة يعني اجتملت على مبادرات بتقدم للمستثمرين وتزليل كل التحديات والمعوقات اللي بتواجه هذا القطاع وتحدثنا أيضا عن مذكرات التفاهم والبروتوكولات اللي فتحت سوق جديدة محلية وعالمية لمصر أيضا خليني أتحدث مع حضرتك بخصوص الأنشطة اللي قامت بها الدولة المصرية والأيضا جاءت تحت هذه الاستراتيجية لرؤية مصر لهذا القطاع والارتقاء به من البرامج القومية لتعميق التصنيع المحلي وعودة الثقة مرة أخرى في الحرف المصرية والأيد العاملة المصرية الموهوبة والله يخدم هو في شغل كيف تعمل بخصوص تشجيع الصناعات المحلية بخصوص تشجيع الصناعات الصغيرة بالذات وهناك مثلا يعني بالشيء يوسك نحن عندنا النهاردة في مصر تركيز مهم جدا على فكرة الهايدروجين الأخضر مثلا على فكرة الطاقة النظيفة من منتظر إن شاء الله خلال إلى 20 أو 30 سنة الجاية إنه أغلب المحللين يتأفقاهم يحصل أو يحصل يعني في موازين القوة العالمية خصوصا في مجال الدول اللي هي لها سيطرة على الطاقة الحكورية اللي هي البترول والفحر وبطاقة طبعا الغاز الطبيعي اللي هي الطاقة اللي ممكن تكون ملووسها البيئة أو الغاز الطبيعي طبعا أقل التلبيس للبيئة أهمية هذه الدول وقدرتها على التأسي الكاثة العالمية هي المقارنة بالدول اللي عندها باع طويل في إنتاج الطاقة المظيفة الجديدة تماما زي الهايد رجل الأخضر ومصر بتحاول تكون إنها من الدول الرائدة في هذا المكان سواء في منطقة مناطق سويس الاقتصادية بالشركات مع الهند ومع الصين أو في مناطق الجمهورية المختلفة بالنسبة لعودة الثقة في الأيد العامة المطرية وتعمل فيها الشوق ولكن إن شاء الله إحنا برضو نفسنا إنه الموضوع يتم التبكيز عليه بشكل أكبر يعني نحن نتكلم منطقة على مثلا كيفية تشجيع السياحة كيفية تشجيع أو كيفية زيادة متوسط منطقة السياح لإجنابي في مصر لإنه أحنا نيجي نشوف مثلا إحنا مصر على كتر السياحة في مصر معلش المواضيع كلها مرتبطة ببعض يعني يعني مصح قاية تقرى في عهد الرئيس السيسي من ستة وسبعة من عشر مليار دولار في السنة في 2014 بلغ 13 وستة من عشر مليار دولار إمتى في 2023 يعني مفيش مكان في العالم حصى فيه هذا التضاع ولكن إحنا ما نيجي نشوف الدول اللي حولينا هنلاقي نفسها لا يعني قدامنا كتير الإمارات العربية مثلا طبعا ينضم في السنة من سياحة 52 مليار دولار تركيا 50 مليار دولار في السنة نعم هذا تضاع 13 وستة من عشر طيب الإمارات فيها حاجة مهمة جدا ويريت نتعلمها إنه المتوسط من سياح السياح في الإمارات يعتبر نمرات مين على العالم في العشر الكبار في متوسط انساق السياحين مثلا الولايات المتحدة الأمريكية السياح فيها اللي هي نمرات واحد في العالم في الإرادة السياحة وفي متوسط انساق تقريبا في 23 كان 2600 دولار للسياح الإمارات العربية 2220 دولار للسياح تركيا الإمارات عدد السياح فيها نعتبر كبير بالنسبة العشر الكبار لكن متوسط انساق السياح فيها عالي طب أنا النهار عايز أن أزود متوسط انفلاق السياح الأجنبي في مصر من ضمن الحاجات نرى بوطن الصناعات اللي هو بيكي يشتريها من عندي يعني الأسف مثلا ده بقى كان مربط الفرص أنه الأسف بتيجي سابتك تشوفي الهدايا اللي بيشتروا السياح الهدايا الفراوانية سواء سخان الخليدي أو الفزارات الموجودة في الأقليلات تقول لها ميدن شاينا مثلا ولكن يعني ربما يعني هذا تغير الآن بشكل كبير دكتور أيمن خاصة مع المبادرات اللي بتقوم بها الدولة المصرية ودعم صغار المستثمرين وأيضا دعم الحرف اليدوية ويمكن اللي شوفنا ليه تواجد كبير بمناسبة أنه إحنا حاليا يعني بنشهد فعاليات مهرجان العالمين الجديدة وهي منطقة سياحية كما كنت تتحدث دكتور أيمن رأينا أنه فيه تواجد كبير لهذه الحرف اللي بيقبل عليها كل السياح كنوع من أنواع الذكرى من التواجد في هذا المكان يعني أو ذكرى بيأخذها السائح من البلد التي يعني شهد فيها أماكن سياحية جميلة وبالتأكيد يعني زي ما كنت بقول أنه يمكن الدولة المصرية بتستغل كل الإمكانيات اللي لديها لتعزيز هذا القطع شكرا جزيلا لحضرتك الدكتور أيمن غنيم أستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية على كل هذه الإضاحات وهذا النقاش المثمر وهذه المدخلة شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك مشاهدين الكرام هذه الضغطية مستمرة مع حضراتكم ولكن بعد هذا الفاصل فوقوا معنا أهلا بحضراتكم من جديد نفذت دولة المصرية عددا من المجمعات الصناعية بلغ 17 مجمع صناعي خلال الفترة من يونيو العام 2018 إلى يونيو العام 2024 المزيد نتبه في السيق هذا العرض موسيقى 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 مستمرون في النقاش مع حضراتكم والآن نستقبل هاتفيا الأستاذ أحمد يعقوب الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي بعد التحية لك أستاذ أحمد يعني خليني في البداية أتحدث معك حول التحديات الاقتصادية التي واجهت الدولة المصرية في هذا القطاع الحيوي قطاع الصناعة أهلا بحضراتك أستاذ أحور وأهلا بالسادة مشاهدي إكسترانيوز الحياة طبعا على مدار الفترة الماضية تنفيه اهتمام بقطاع الصناعة وتطويره في إطار استراتيجية سواء لزيادة فرص العمل اللي العاملين في هذا القطاع أو علاج كل التحديات اللي كانت بتواجه قطاع الصناعة وأنا بشوف الحقيقة أن يعني عدة نقاط ممكن نشتغل عليها في مجال الصناعة خلال المرحلة المقبلة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي صناعي لكل الصناعات المتقدمة في إطار استراتيجية دولة المصرية لإهتمام بالتنمية المستدامة الحقيقة أنا بشوف أن في عدة محاول رئيسية تشتغل عليها الدولة المصرية سواء عملية بناء المجمعات الصناعية الجديدة والإهتمام بإنشاء مصانع جديدة في كل المحافظات اللي لها ميزة نسبية في القطاع الصناعي بالإضافة إلى كمان زيادة الإنتاجية الخاصة من المصانع اللي بتعمل فيه الوقت الحالي بالإضافة كمان إلى يعني إعادة تشغيل المصانع المتوقفة أو المتعسرة خلال المرحلة المقبلة وبالتالي دول ثلاثة مصارات مهمة بينها مصانع جديدة زيادة إنتاجية المصانع القائمة بالإضافة إلى يعني دعم المصانع المتعسرة وعودتها بالطاقة الإنتاجية المطلوبة الحاجة الثانية المهمة سوزحور هو الاهتمام بالتطوير المهارات والقدرات والطاقات القاصة بالعنصر البشري في المجال الصناعي والحقيقة مصر عندها عدة مبادرات سواء مبادرة ابدأ أو مبادرة ميدين ايجي الصناع في مصر أو غيرها من المبادرات الداعمة للقطاع الصناعي لرفع معدل الناتج الصناعي المصري احنا بنتكلم دلوقتي على متوسط واحد ونص تريليون جنيه مصر تستهدف خلال سنوات قليلة الوصول بمعدل الناتج الصناعي المصري الى خمسة تريليونات جنيه والتريليون عبارة عن الف مليار جنيه الحاجة التالتة المهمة هو طبعا سكرة البناء على المزايا النسبية لمصر في القطاع الصناعي والحقيقة يعني مثلا لما بسافر لندن بشوف ان الدبل ديكر بس من الرموز المهمة او الاتوبيس اللي بدورين الاتوبيس اكتر من 700 او 800 اوتوبيس بالفعل تم تصنحهم في مصر ده الاتوبيس اللندني الشهير وبالتالي مصر عندها مزايا نسبية في عدة قطاعات انا بشوف ان منها صناعة السيارات منها صناعة الادوية في اطار برضو ان في خطة لدعم قطاع صناعة الادوية ورفع معدل هذا صادرات من هذا القطاع المهم الى خمسة مليارات دولار خلال المرحلة المقبلة حاجة تالتة المهمة او قطاع المهمة كمان بتاع صناعات الغذائية وبرضو احنا بنشوفها في العديد من دول العالم المنتجات المصرية موجودة في على قرف السوبر ماركت والهايبر ماركت في كبرى السلاسل العالمية اللي موجودة في دول اوروبا او في امريكا او في كندا حاجة المهمة كمان او القطاع الصناعي الرابع المهم بتاع صناعات النسجية وهي حالا كنت بتتكلمي على المنتج المصري او القطن المصري لجيبسان قطن وده احنا بنشوف ان اجود انواع الاقطان في العالم هو القطن المصري وبالتالي وخلال سهور قليلة سيتم اتفتاح اكبر مصنع غزل في العالم موجود فيه اللي هو مصنع اربع لموجود في مدينة المحل الكبرى وبالتالي الاهتمام بقطاع الصناعات النسجية ورافع معدل الصادرات من الملابس ده برضو قطاع صناعي مهم وبشوف كمان ان التركيز على قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة بإطار طبعا استراتيجية الدولة للاقتصاد الاخضر وان يكون فيه دعم لكل ما يتعلق بالقطاعات الصناعية المتوافقة مع البيئة ان مصر عندها ميزة النسبية واحدة من اعلى دول العالم في معدلات شروق الشمس وبالتالي محطة بنبال للطاقة الشمسية وغيرها من المحطات والتوسع فيه محطات انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية ده مهم بإضافة لطاقة الرياح والطاقة النووية وغيرها ان ده بيدعم صناعة الطاقة بشكل عام وبالتالي ده قطاع صناعي مهم الفكرة اللي انا عايز اتكلم فيها ان هي ثلاثة عناصر بتكون منظومة الصناعة المصرية العنصر البشري جاي ما قلنا ورفع الكفاءة عن طريق برامج التدريبية والمبادرات اللي تدعمها الدولة المصرية الحاجة التانية هي الدولة عن طريق سواء المبادرات التمويلية او حوافز بتقدمها الدولة للمستثمرين في القطاع الصناعي بحيث ان هي حوافز ضربية او حوافز كمان للتأسيس وترفيق كل ما يتعلق بي المجامعة وهنا خليني اسألك استاذ احمد يعني ونحن نتحدث عن عدد من الصناعات الاستراتيجية اللي بتهتم بيها الدولة المصرية بمنح حوافز استثنائية كما كنت تذكر كيف يساهم ذلك في جذب كيانات استثمارية عالمية الى سوق المصرية ده السؤال مهم جدا وانا بذكر حضرتك عليه الفكرة الاساسية ان احنا عندنا البنية الاساسية اللي تم تطويرها على مدار العشر سنوات الماضية نتكون مصر من اهم دول العالم في المجال سواء في جودة الطرق او تطوير المواني المصرية لانا تطوير المواني المصرية بيواكب فكرة التصدير للخارج لانا انت لما بتتكذب استثمار اجنبي مباشر والدولة تستاذ مئة مليار دولار استثمارات اجنبية مباشرة على مدار الست السنوات المقبلة طبعا ابرزها في قطاع اصناع او قطاع انتاجي مهم زي الصناع وتكامله مع قطاع الزراعة الفكرة الحوافز دي مهمة سواء حوافز تمولية عن طريق البنوك المصرية وفي سيولة داعمة لقطاع الصناعي مخصصة من البنوك المصرية والجهاز المصرفي وبالتالي دي نقطة مهمة المبادرات التمولية علشان ان المستثمر لم يجي لما يكون معا رأس مال ادنابي او حتى يحتاج لتوسعات مستقبلية لتمولات من البنوك بتبقى دي موجودة الحاجة الثالثة المهمة المنطقة الصناعية في قناة سويس ونشوف فيها موجود فيها ست مواني ثلاثة على البحر الاحمر ثلاثة على البحر المتوسط وبالتالي فكرة تطوير المواني زي العين السخنة وشارق بورسعيد ودمجها مع المنطق الصناعية اللي موجودة فيها المنطق الصناعية في قناة سويس سواء صناعات سيارات او صناعات بيتبو كيمويات او صناعات حتى متعلقة ب الصناعة الادوية وصناعة الناسجية دي كلها بتتكامل مع حدف جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة حال مستثمر لما جيجي بلاقي خريطة استثمارية متنوعة في القطاع الصناعي يقدر يدخل في اي قطاع وعندنا صناعة الجلود كمان بتستهدف استثمارات مهمة خلال مرحلة مجملة صناعة الاساس وعندنا مدينة الدميات الاساس وغيرها من المناطق المتكاملة لصناعة الاساس دي برضو صناعة وعدة فكرة ان الاهتمام بجذب تدفقات رؤوس الاموال للقطاع الصناعي ده بيتصدر اولويات الدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة والحقيقة انا عايز اقول لحضرتك ان كمان الاخذ بالتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وكمان الصناعات المستقبلية صناعة الالكترونيات والتصنيع المحلي المتعلق بالاجهزة الالكترونية حقيقة انا بشوف مصالع مهمة جدا في موجودة في صناعة الالكترونيات والاجهزة المنزلية والاجهزة الكهربائية بيتم تصدير هذه المنتجات للخارج والحقيقة على تجارب شخصية كمان ان مش مجملة للمنتج المحلي المصري اللي بيتم رفع جودته بشكل اساسي اللي فيه بعض المنتجات اللي هي بيتم تصديرها من رسل هي الاجود في مجال انتاجها عندها مقارنتها بمنتجات اخرى وده عن تجارب شخصية وعن تجارب ناس اعرفها بشكل اساسي وبالتالي الاستراتيجية الوطنية الصناعة خلال المرحلة المقبلة بتستهدف ان عدد العاملين بالقطاع الصناعي يرتفع من 3.5 مليون عامل حاليا الى 7 ملايين عامل خلال الصناعات القليلة المقبلة عدد المجمعات الصناعية اللي احنا متكلم عنها تدريب الكفاءات الوطنية لتوفير المتخصصين في كل القطاعات الصناعية وربطها بالتعليم الفني والكليات الهندسة اللي موجودة في الجامعات المصرية ده محور مهم نعم طب اخيرا استاذ احمد يعني هذه امور يعني كلها بتأتي تحت الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة الهدف منها هو تحقيق صادرات يعني تقدر بمبالغ كبيرة وايضا هناك بعض اخر وهو فكرة تراجع الواردات وتحقيق اعلى معدل للصادرات المصرية يعني ربما بنتحدث عن اجمالي بيصل لي 32 مليار دولار بارتفاع نسبته 46% كيف تقيم هذه الارقام بقول حضرتك السيد الحور على فكرة الواردات والصادرات انت لما بتقللي معدل الاسترات من الخارج اللي هي الواردات عن طريق توطين مثلا 152 منتج وصري يعني منتج انت كنت تستورديه من الخارج بيتم تصنيعه محليا عن طريق سواء المصانع الجديدة او زياد خطوط الانتاج منه في المصانع الحالية وخلال الفترة المقبلة كمان مع الحوافز بيتم رفع معدل الانتاجية من المنتجات او المادة الخام اللي بيتم استراطها من الخارج ده بيقلل من ناحية فاتورة الواردات وبالتالي بيوفر عمر صعب يتم استخدامها في اولويات اخرى للدولة المصرية كمان بيزود الانتاجية من المية وخمسين منتج اللي بتستهدفهم الدولة المصرية إلى المرحلة المقبلة وبيصدر للخارج وبالتالي تقليل الفجوة ما بين الصادرات والواردات عن طريق ترشيد الاستراد من الخارج وعن طريق زيادة الانتاجية وزيادة الصادرات مصر التي تستهدف زيادة الصادرات إلى هدف 145 مليار دولار ثلاث سنوات المقبلة الصادرات الصناعية منها هي الأولوية وبالتالي فكرة ترشيد الاستراد وزيادة الصادرات ده مهم جدا لدعم موارد العملة الصعبة وكمان دولة معدل نمو الدولة يعني بالتأكيد سوق كبير في مصر بنطمح من خلال هذه الاستراتيجية للدولة المصرية وخططها للتنمية الاقتصادية المستدامة أن يحقق أعلى معدلات ممكنة وفق هذه الخطة اللي بالتأكيد يعني بنشهد أثرها على أرض الواقع حاليا أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ أحمد يعقوب الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي بهذه المدخلة مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا مع حضراتكم إلى ختم هذه التعطية الإخبارية شكرا جزيلا لكم إذنك اشتركوا في القناة